كتير جدا من التفاصيل من خلال دفتنة دكتور نورة حسب الله خصية أغدية العلاجية وأكيد هنستنى تليفوناتكم عشان تكلموني لو عندكم أي أسئلة أو استفسارات زيكا دكتور عامل إيه؟ عامل إيه في البرد الرهيب اللي هنا فيه؟ عامل إيه في البرد أنا عن نفسي كالت أيس كريم من بك والله العظيم فرقة معك؟ لا هو على حسب يعني الجو برد آه بس على حسب أنت بقى مدفي نفسك بزيك بس يعني كل أيس كريم عادي مفيش مشكلة هي نص يعني بقى لها يومين الحقيقة متكتكة البرد اللي هو بيدخل في العظم على طول ده الناس تعمل إيه مبدئين عشان تتعامل معه بشكل فوري وسريع مبدئين في فصل الشتاء ما بنصحش الناس أنها تبقى بتاكل صلاتات كتير وحاجات سقعة كتير تاكل أكتريتها يعني طبعا يأكلوا صلاتة وخضار بس أكترية الأكل بتاعتهم يكون دافية يعني شربات أحسن حاجة اليوم لأن قلنا قبل كده أن كتر الحاجات أو المأكلات اللي بتعمل تبريد للجسم اللي هي كولينج إفاكت زي الموز الفواكه الاستوائية بيضع في جهاز المناعة بس في حاجة تانية بقى أنا عايز أتكلم فيها الموضوع مش موضوع أن أنا باكل أكل عشان أدفي نفسي هو الموضوع الأكل ده فيه إيه؟ عشان يحفز لي الجهاز المناعة يعني دلوقتي لو أنا عندي نقص فيتامين دي فيتامين دي مهم جدا وطبعا هو مش موجود في أكلات كتير يعني هتلاقيه مثلا بكميات قليلة في البيض في السلمون في السردين في منتجات الألبان بشكل ضعيف جدا فأنت لازم تكون بتتعرض للشمس طبعا دلوقتي ما فيه الشمس ولازم تكون بتاخد نوعية الأشعة الـ UVB rays مش الـ UVA UVB rays دي اللي بتديك بتصنع بتاخد أشعة الشمس فبيبتدي الجسم يصنع فيتامين دي فأنت لازم تتعرض للشمس في أوقات معينة وما يكونش مثلا فيه إزاز لأن الإزاز ده بيحكم أنواع أشعة معينة آه يعني لازم أكون مباشرة مع الشمس آه آه ده حاجة لازم تكون بتاخد سابليمنت مكمل غذائي فيتامين دي بنلاقي معظم الناس اللي عندها فيتامين دي قليل اللي هو فيتامين دي ديفيشنسي دول أكتر ناس بيتعرضوا لمشاكل في المناعة لأن فيتامين دي هو الأول ما بيخش فيروس أو بكتيريا بيقدر يحدد يعني يقدر يتعرف على نوع الفيروس والبكتيريا قبل ما يتمكن من الجسم يعني إحنا لازم نحافظ على نسبته تكون كويسة طول الوقت بالنسبة كبيرة قوي إحنا في مصر وفي أمريكا وفي كندا يعني بالنسبة كبيرة قوي الناس عندها فيتامين دي ديفيشنسي بره وقت الشمس قليل قوي الأوقات تحت شمس قليل قوي وفي مصر الناس كتير ما بتحبش تتعرض للشمس شمس الصيف وشمس الشتاء تفرق؟ طبعا بتفرق في كمية الفيتامين اللي ممكن يدخلي عن طريق الشمس؟ لأ في كمية الوقت بتاع الشمس والأشعة بتاعت الشمس الحاجات دي كلها بتفرق وإنت أبيض ولا أصمر جسمك بيمتص قد إيه بتحط سونسكرين كتير ولا لأ حاجات كتير قوي بس إنت أول حاجة لازم تتشك وتشوف إن أنت فيتامين دي عندك مظبوط هتلاقي الناس اللي عادتون عندها أدوار برد هم كذا نوع فيتامين ومعادن لازم نكون مركزين فيه يعني عندنا فيتامين دي لازم نكون شايفين إن هو مظبوط عندنا ومنظمة الصحة العالمية صراحت بإنه لازم ناخد من ربعمية لألف أنا بياخد ألف وحدة مولية والله أنا قدت فترة طويلة أخد حقا بشكل شهري عشان أنت أكيد كان عندك نقص أنا كان وصل عندي ثلاثة وثلاثة اللي هي حاجة نسبة تستغرب من الرقم يعني الناس كلها عاملة لينك لفيتامين دي بالكالسيوم والبون أيوة ما هو ليه علاقة بالهشاشة وانتصاص الكالسيوم بس أهم من كل ده إن هو ليه علاقة بالغدة وليه علاقة بالمناعة وليه كل فيتامين بناخده في الأكل وكل نوع معدن موجود بيلعب دور مهم جدا في الجسم إحنا ما يعني ده ليه علاقة كبيرة جدا بالمناعة طبعا ده مهم إيه تاني ممكن فيتامين دي هو اللي بي زي ما قلت لك هو اللي بيتعرف على نوع البكتيريا والفيروس قبل ما يخش الجسم ويبتدي الفيروسات تتمكن بقى من جسمك بعد كده فيتامين سي يعني فيتامين سي هتلاقيه موجود في الجوافة على حاجة فراولة برتقان برتقان لامون كل الفواكه اللي هي الحمدية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر